مجلس الأمن يضرب بيد من حديد ويربط العلاقة بين جماعات الإنفصالية والإرهاب في إفريقيا الأمر الذي يفتح الأبواب بمسرعيها لكي يعتمد ميليشيات البوليزاريو كجماعة إرهابية لكن تفجيرات الصمارة لم يمشتش كذلك من فرع والبارح من بيعتها للمينورسو عقدات اجتماع داخل الريباط من بعد الاجتماع هذا مباشرة ترفع تقرير للأمم المتحدة هذا التقرير هذا دخل الجزائر في حالة من الرعب وهذا شيء هذا سوف نفسره بالبلاغات العسكرية البوليزاريو التي رجعت منعدمة في الآوينة الآخرة وبطبيعة الحال بأوامر جزائرية في خبر آخر سوف نتحدثوا على ما حتى عليه الملك محمد السادس والتي أثار الحافظة بعض الأحزاب السياسية في إسبانيا هو التنقيب عن الموارد بالمياه الأطلسية ليقوموا خطيطات التنمية في السحراء المغربية مباشرة أحزاب سياسية من قلب جزر القناري بعتات رسائل دي الاستفسار الوزير الخارجية الإسباني والتخوف ديالها هو أن المملكة المغربية رسميا تحط يدها على تروات جبل تروبيك أخيرا نختم الفيديو ديالنا بما وقع في إسبانيا في اليومان الأخيران من اعتداءات على الحزب الاشتراكي من بعد ما بدك يحسم الأمور وبيدرو سانتيز جاي مرة أخرى ليكون رئيسا للحكومة في إسبانيا هذه الأخبار ديالنا اليوم إذا كنت تسميك المواضيع بقى معنا للآخر بشارف تفاصيله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين كرام زوار موقع المهاجر تمنى تكونوا بخير على الخير في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال ومرحبا بالجميع نبدأوا على بركتي الله بأهم العناوين ديالأخبار اللي اختارين للمتابعين اليوم وأولها ميليشيات البوليزاريو ميليشيات البوليزاريو أصبحت مهددة باش تكون جماعة إرهابية أكتر من أي وقت ماذا وبطبيع كالحال في السياق دياله هاد الأمور اللي كتتسارع في الآوينة الأخيرة المملكة المغربية نقدرون نقولوا البيلانتي اللي اعطاته البوليزاريو للمملكة المغربية وانتم معارفين بأن المغرب هو ميسي ديالأفريقيا ما غاديش يضيع البيلانتي دياله وغادي يجيب الهدف غادي يجيب الهدف وهذا شيئبا باش كنفسره كنفسره بمجلس الأمن الذي يرسي علاقة الإرهاب بالانفصال والجزائر في موقف لا تحسد عليه موقف لا تحسد عليه والدليل هو هاد الشي اللي واقع فين هما البلاغات العذائية ضد المملكة المغربية اللي بدأت فيها ميليشيات البوليزاريو الجزائر كين خلاف داخل الأوساط السياسية الجزائرية هناك من يتبع للعسكر انتم معارفين على مين كانت حدته الشنغريحيون وهناك من يتبع للمدنيين فهناك خلاف داخل الأوساط السياسية في الجزائر بحد ذاتها وهذا الشي هذا طبيعية الحال خطير جدا على الدبلوماسية الجزائرية في المواجهة دي المملكة المغربية لأن هنا الجزائر ما تسبقاش يعني عندها ذاك الصورة اللي كانت عندها سابقا لأنها يعني فقط عطي اللجوء لواحد الجماعة اللي كتدافع على حق تقرير المصير هنا وليناك ندره على جماعة إرهابية وحناك نظنه أن الجميع كيعرف شنو هي العواقب دي لأنك تحتضن جماعة إرهابية وتسلحها ومن فوق هذا الشي هذا كامل تحرضها على دولة جارة هذه هي نقطة للمملكة المغربية منذ يعني العذاء اللي إعلنت عليه الجزائر ضد المملكة المغربية والمملكة المغربية كتجر ليه الحقيقة اللي كتجر ليها يعني الجزائر باش المنتظم الدولي يعرف الحقيقة لكن الأمور بدأت تسارع في الأوينة الأخيرة وتفجيرات دي الصمارة بطبيعة الحال افتحت كذلك الأبواب أمام المملكة المغربية قبل ما انتحتوا على تفجيرات الصمارة وآخر المستجدات دي لهم مع بيعتة المينورسو قد نشوفوا مجلس السلم الذي يرسي علاقة الإرهاب بالانفصار جدد مجلس السلم والأمن تابع الاتحاد الإفريقي التأكيد على العلاقة بين الإرهاب والجماعات الإجرامية والانفصالية وباقي الجماعات المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وشدد المجلس في بيان توجى أشغال اجتماعه 1182 المنعاقد في 27 أكتوبر الماضي لدراسة تقرير رئيس مفوضة الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب في إفريقيا على أهمية المكافحة الفعالة للتعاون والروابط بين الإرهابيين وباقي الجماعات الإجرامية وكذا الانفصاليين المرتبطين بالجريمة المنظمة العابرة للحدود وذلك بهدف وضع حد للموارد اللوجستية والمالية التي توفرها هذه الروابط من أجل نشر الإرهاب فشكرا ندره على وضع حد للموارد اللوجستية والمالية هنا بطبيعة الحال كان ندره على الجزائر لفتح جميع الموارد ديالها الميليشيات البوليزاريو التي تعتبر حاليا أمام يعني العالم فقط هي مجرد صيغة اللي غادي يمشي عليها المنتظمة ولسواء داخل مجلس الأمن سلم الأمن الإفريقي أو لمجلس الأمن الدولي فهنا كان تحدثوا على الصيغة المناسبة اللي غادي تم الاعتماد ديالها هنا على المستوى الإفريقي كانت تحدثوا على المستوى الإفريقي طبيعة الحال المملكة المغربية حسم الأمر لدرجة أن الاتحاد الإفريقي رمى لهم الكورة الأمم المتحدة رمى تمام الكورة الأمم المتحدة رغم المناورات والعداءات ديال بعض الدول في إفريقيا لكن كل مرة كتنساح بدولة من المعسكر ديال الجزائر هذا هي يعني البشرة ديال الخير للمغاربة هو أن كل مرة كتنساح بدولة من المعسكر ديال الجزائر من قلب الاتحاد الإفريقي وكتلجأ للمغرب لكن الملك محمد السادس في الخطاب الأخير فتح واحد الباب كبيرة ديال الأمل لإفريقيا ككل وهنا فين غادي تجي الدربة اللي كنسميوها بالدربة القاضية الكاو الكاو تيكنيك بالفرنسية اللي غادي تجي العسكر الجزائر الرسائل ديال الخطاب الملكي كنسموه جهة الإفريقيا كما قلنا لكم بوركي نفاسو وتفاعلات مع هذه الرسائل هذه كأول دولة محتاجة لهذه الدينامية اللي اقترحتها المملكة المغربية لكن هذه الشيادة ما غي يقتصرش فقط على بوركي نفاسو ما ننساوش أن بوركي نفاسو هي دولة يعني أصبحت فاعلة في المنطقة ديالها كتأثر على مالي واحد تأثير واضح كتأثر كذلك دبا حالياً على النيجر كتأثر على عدة دول في المنطقة ديال الساحل والمجاورة لعسكر الجزائر فهنا يعني باختصار عسكر الجزائر وقع في واحد الفخ اللي كان كينصبون لمملكة المغربية غير هو المغاربة كيمشيوا بالنية والنية ديال المغاربة كتربح من عند الله سبحانه وتعالى ذلك الشي اللي كانت كتديرو اللي كان كيديرو العسكر ديال الجزائر طح فيه لأن غير النية ديال المغاربة غلبات طبيعة الحال المغاربة اللي هجموا ولد بلادهم اللي كانوا كيشوفوا الواقع وكيشوفوا الحقيقة وسموهم بأصحاب الفتنة المغاربة اللي قال لك خوة خوة المغاربة اللي قال لك غادي ننساوا كل هذ المشاكل هذي وبدأوا وصفها جديدة مع الجزائر اللي هذي الممدودة هاتش هادا كامل كيرجع على الجزائر حاليا الجزائر اللي تفضحات أمام المنتظم الدولي واللي كتحتض نوح الجماعة إرهابية كتسلحها كتتحرضها تسليح وتحريد الجماعات الإرهابية هاتش هادا اللي خلال القادة دي الجزائر يحطوا ويأمروا يليشيات البوليزاريو باش يحبسوا من البلاغات العذائية ضد المملاكة المغربية لكن الأمر ممكن يقتصرش فقط على الاتحاد الإفريقي كما قلنا لكم لكن بدك ياخد سياق دياله على المستوى الأمامي وهذا هو الخبر التاني اللي غنمشي وليه وغضي نهدروا على بيعتات المينورسو اللي حقدت أمس اجتماع بالرباط ورفعت تقرير عاجل مرة أخرى للأمم المتحدة هاتقرير هذا فنظر لكم متابعين الكرام شنو غادي يجي من موراه قادي يجي من موراه كما قلنا لكم الأبواب اللي تفتحات بمسرعيها الميجيات البوليزاريو باش تعتبر كجماعة إرهابية في المنطقة فهذا مصدر جيد للإطلاع بأن ممثل القوات المينورسو التابعة للأمم المتحدة عقدت اجتماعا مطولا مع السلطات الغريبية يوم الاثنين الماضي بالعاصمة الرباط لمناقشة تفجيرات مدينة سمارة وتحدث ذات المصدر عن وجود تقرير للبعثة حول الأحداث التي شهدتها مدينة سمارة وأودت بحياة شاب مغربي مع إصابة ثلاث مواطنين بجروح متفاوتة وعمر هلال سفير دائم للمملكة المغربية لدى هيئة الأمم المتحدة أشار إلى أن صمت قيادة البوليزاريو حول أحداث سمارة يشير إلى تورطها في الأعمال الإرهابية لاستدفات المدنيين العزل مؤكدا أن الأمر لن يمر بدون عقاب فاشكن قولوا أن الأمر لن يمر بدون عقاب كانت تحدثوا على أن المسترة القانونية كتأخذ المجراتية لها بسرعة ما تخيلتهاش للجزائر ولا البوليزاريو يعني المغرب هادي ما غادش يفوتها لهم وكما قلنا لكم في الأول دي الفيديو يعني الفرصة هي سانحة للمملكة المغربية إحنا ما كنقولوش أن المغرب كيتتهم من فراغ لا معمور المغرب تتهم من فراغ المغرب كيهدر على واحد الجماعة اللي عندها أهذاف تخريبية مملكة المغربية هي دولة السلم والأمن اللي دائما برنات على هذا الشي هذا وهذا فخر لكل مغربة أن بلدهم دولة اللي كتدعي للسلم والأمن معمورها يعني خدقت المبادرة في أعمال عدائية ضد أي جهة كيف ما بغت تكون لو لا استفزازات ميليجيية البوليساريو مش كتلقني أنت تواريخ كتنزل عليك من عند الزهور ديالك إنا صراحة لكنواي مصراحية اللي ما عرفتش تمتلكها زيان الجزائر جزائر جزائر اللي كانت تطمح لهذا الأعمال العذائية أنها تبداها ضد المملكة المغربية ولا أن تقر المملكة المغربية لهذا الأعمال العذائية باش تبرر الحرب ديالها ضد المغرب أمام المنتظم الدولي المغرب حاصرها باش بالديبلوماسية حاصرها بالحوار حاصرها باليد الممدودة ما وصلتش للرغبة ديالها اللي كانت هي أنها على الأقل تضمن الدعم الدولي ولا على الأقل تضمن ولو الصمت الدولي في العداء ديالها المملكة المغربية لكن هذه المرة هذه الجزائر ما غاد تضمن للصمت لأنها تفلت من العقاب لأننا لم يكن نظر هذا على مفاوضات أو على موائد مستديرة حتى النظرة اللي يلف داخل الأمم المتحدة تأخذ واحد المصار خور نظره على أعمال عدائية نجازة الأعمال العدائية المطالبة دي الأمم المتحدة أنا كنت صورة تقارير جديدة تماما مختلفة على السابق لأن التقرير الأخير فعلا هو في صالح المملكة المغربية يحط على الحوار يحط على الموائد المستديرة يحط على بزرد الأمور لكن طب ولينا كان نظره على استهدافات ولينا كان نظره على أعمال العدائية ما بقيتش كان نظره فقط على وقف إطلاق النار لا ولينا كان نظره على استهداف المدنيين العزل ولينا كان نظره على السيناريوهات خطيرة للغاية فهنا الأمم المتحدة ما بقاش قدامها من غير الإدانة لأن الأمر ديال أن الحوار ولا أجيو تقلسوا عن الموائد المستديرة ولا تشي هذا كامل كان في السابق قبل ما يكون استهداف المدني وش المغرب يستهدف شي حد في تيندوف وش المغرب تطلق شي سواريخ ما تطلقت شي حاجة هذا نظره على استهداف التراب المغربي استهداف التراب المغربي الجزائر اللي وضعات المرتزقة في تيندوف واللي وارد جدا وخاحنا معناش يعني اليقين على الأمر هذا ما نقدروش الروجولي لأننا معناش يقين أن سواريخ خرجت من تيندوف هي يعني المعادي الأول لوحدات الترابية ذي المملكة المغربية فهنا إذا بقتت تعتبرات الميليشيات جماعة إرهابية وكتهدد الأمن ذي المغاربة فهنا صراحة رأس سياق ذي القضية تغير تماما فهنا علش قلت الإخوان اللي قال لك حنا الأمم المتحدة أشاطتنا ولا أجدرتنا نسحبوها الميل في الأمم لا أرخص الميل في السامر في الأمم المتحدة لأن السياق دي القضية اللي كان في الأول واللي طبيعة الحال دخل كمطالبة بحق بين مزدوجتين الأمم المتحدة تغير فهنا مقيناش نطلبوا بالحق الحق أصلا كيمشي إلا كنتين تظالم في العالم أي واحد بغي الحق دياله يجيبوا بالقوة فاعتماد ميليشيات البوليزاريو كجماعة إرهابية سيفتح الباب أمام المملكة المغربية لكي تحصن الأراضي ديالها والخطاب الملاكي الأخير كان واضح يعني لا غبارة عليه أن الصحراء جزء لا يتجزأ من الأقاليم الجنوبي لذي المملكة المغربية أضر كذلك على الأعداء الخفيون اللي يناوروا وهذو كما أخطر من الجزائر إن الجزائر كتناور ولكن بالواضح والمغريب عارف بعمل كتتعامل يعني أعرف كيف يكون هما الخصوم دياله لكن هذه المغرب عارف الخصوم الخفية الخصوم الخفية فاش كتعرفها كتكون يعني كتدخل ونتموج جدل المعركة فهنا صراحة المملكة المغربية عندها فرصة سانحة مخصاش ضيع وإن شاء الله عندنا ثقة ما غديش تدعي على الفرصة هذي لإنه يلبقى وتعتمدوا فعلا ميليشيات البوليزاريو كجماعة إرهابية السياق ديال القضية غير تغيير كامل غير يخذ مصر آخر المغرب من حقودك ساعة يدافع لأراضي دياله وغاد يشوفه وجه جديد تل جزائر غاد تشوفه وجه جديد عمورها شفته لا من المنتظم الدولي لا من المغرب لأن المغرب علش كراهن كراهن على الأمن ديال المنطقة ككل وكراهن على دعم دولي مطلق وفعلا دعم دولي قين لا من جهة احنا هدرنا دبع لمجلس السلم والأمن الافريقي وهدرنا على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمينورسو والبيعتاد للمينورسو ديال الأمم المتحدة فالمغرب كيدا من جهة جهات لا نبقاش قدام الاتحاد الافريقي في نيراوغ لا نبقاش قدامه من غير يعني طرد ميليشيات البوليزاريو فقط هاد المناورات اللي والبسالة اللي ولات كل مرة تقمها كل مرة تراشي حاجة علات لأن الميليشيات باغين يحضروا الاتحاد الافريقي توقي يخصو يتحمل المسؤولية ديالو فهذا الأمر هذا يعني الخطأ القانوني اللي طح فيه تمانينيات القرن الماضي وممشاش الحال هالا المملاكة المغربية في العمق دياله الافريقي مد يدها الأفاريقة باش تخدم المصالح ديالأفاريقة فالأفاريقة كذلك خصوهم يلتزموا مع المملاكة المغربية وخصو يكون واحد مطالبة جماعية داخل الاتحاد الافريقي لطرد هذه الميليشيات لكن المغربية كيف وجد الظروف الملائمة فاشغل تكون ميليشيات إرهابية ولا ما يمكنش تبقى في الاتحاد الافريقي ما يمكنش الجزائر تبقى كثيرا بالأسلحة وبلما يتم إذانة ديالجزائر وعسكر الجزائر أمام المنطنطن التولي هنا فين كين بيت القاصيد وفين كنتجتمعوا في الآخر كلنا نحن المغربة في نقطة وحدة هذه هي النقطة الأساسية لخصة توصل للعالم أننا نوجه هذه الجماعة التي تقول أنها قد تفعل حقوقها لكن بطريقة التي تسمى طريقة إرهابية لأن هناك استهداف للمدنيين وليس من فراغ ندوزو الخبر الموالي متابعنا الكرام وهنا صراحة قد ندرع التنقيب عن الموارد بالمياه الأطلسية وطبيعة الحال هذا الأمر سيقوي مخططات التنمية في المملكة المغربية وتحديدا في الصحراء ديال البلاد ديال المغرب ديال المملكة المالك محمد السادس طلق هذا النذاء هذا وعطى الضوء الأخضر السلطات المغربية أنها تنقب على التروات والمعادن ديال المملكة المغربية فنتفاجأ ب أحد الأحزاب اللي هو حزب صغير جدا في جزر الكناري اللي كيتمق كواليسيون كاناريا عنده ممتلة وحدة في البرلمان الإسباني لكن عنده يعني كيحصد المقاعد على المستوى المحلي على المستوى الجهوي لكن المستوى الدولي على إسبانيا ما عندهش تأثير ما عندهش تأثير نهائيا درجة أن الرحل اللي جاكي يديه مرة يقول لك أنا قابلة هات السيدة مرة يقول لك أنا قابلة نصوت البيبي ونعطيه الصوت ديالي وإحنا معاه ومنين شفتوا ما طلع بوالو قد كلنا قابلة نصوت حوار ما بين المملكة المغربية وما بين إسبانيا فهذا تعليق ديال هات السيدة هذي من بعد الخطاب الملكي هو دليل على أنها لا دراية لها بالعلاقات ما بين إسبانيا والمغرب العلاقات ما بين إسبانيا والمغرب طبيعة الحال وصل الواحدة الدرجة ديال الحوار اللي حتى شي دولة ما غد تاخد شي قرار معادي للدولة تانية وهذا تفقع عليه المملكة المغربية وإسبانيا يعني من بعد 7 أبريل 2022 في اللقاء ديال الملك محمد السادس ورئيس حكومة الإسبانيا آنذاك بيدرو سانتيز كان واحد الاتفاق اللي يقول على أن الدولتين جنبوا يعني القرارات الأحادية تشهدون ما تاخد القرارات الأحادية يعني هذا الأمر ديال التنقيب على الموارد الطبيعية في الموحيد الأطلسي أولا كان مشيعة غادي يكون كان كان من قبل والمغرب كان يقبل التراوات في الموحيد الأطلسي لكن التوجس ديال هاد الحزب هو أن المغرب يحط يدو على جبل طروبيك تماما مجاش ترسيم الحدود البحرية من فراغ كان الجنة مشتركة تشتغل مبيل المغرب وإسبانيا على هاد القضية تحديدا ديال التراوات ونزيدكم أن المنتظم الدولي ما غاديش ينتظر كتر على جبل التراوبيك لأن جبل التراوبيك خاص يوصل ليه العالم لأنه هو المنقط الأساسي ديال 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 العالم اللي تخلص منطاقات الأحفورية علاش لأن هذا كل أساس ديال اللوحات الكهربائية الأساس ديال البطاريات الكهربائية المعادن اللي كينا في جبل التراوبيك هي باش غايتصوبوا البطاريات الكهربائية ديال السيارات كان عدة مصالح عند العالم مش غير عند المملكة المغربية ولا إسبانيا فهنا من المصلحة ديالجميع أن ديالك التراوات يوصل لها العالم فهذا التنقيب هذا طبيعي الحال يبدو أن المملكة لن تعود حبيسة تعاملها مع القارة العجوز من خلال الواجهة المتوسطية بل صارت تراهن في إطار تعزيز شراكتها وتنويع اقتصادها عن الواجهة الأطلسية لتوطيد علاقتها بالدول الإفريقية الموجودة بغرب إفريقيا وكذا الفضاء الأمريكي وعلى هذا التوجه الجديد الذي رسمه الملك محمد سادس من خلال الخطاب الذي وجهه إلى الشعب المغربي بمناسبة ذكر الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء سيكون خارط الطريق نحو الانفتاح للواجهة الأطلسية وتطوير المنافذ الاقتصادية للاستثمار بما تزخر به المملكة من مؤهلات خصوصا الأقاليم الجنوبية وطبعا الحال قد شهاد أثار حفيظة ديالهاد الحزب هذا وهو كوليسيون كاناريا فخلف الإعلان الذي أصدره الملك محمد السادس في خطابه يوم ستنوى برجاري بمناسبة الذكر الثامنة والأربعون للمسيرة الإسباني وتتجلى أهم الردود من خلال رد فعل النائب الوحيد عن ائتلاف القناري كريستينا فاليدو العضوة في الائتلاف القناري وتشغل منصب نائبة الحزب في مجلس النواب الإسباني منذ يوليو 2023 والتي طالبت في مجلس النواب اليوم الأربعاء 8 نوان برجاري في سؤال كتابي موجه لوزير شؤول خريجية خصي مانويل الباريس ودعت وزير خارجية الباريس إلى أقصى الحذر محذرة من ما هو على المحك في جزر القناري إذ تحققت مشاريع المغرب للتنقيب عن النفط في المياه القريبة من الأرخبيل ومستنكرة صمت الحكومة الإسبانية أمام الإعلان الذي أصدره الملك محمد سليس كان عود الرد على تسهيلة هذه وليس بصمت بل هناك اتفاقات ما بين المغرب وإسبانيا تم توقيع عليها في خارطة الطريق والتي تم الاتفاق عليها يوم 7 أبريل 2022 ضيف على ذلك هناك اجتماع رفع المستوى مرة السنة الماضية أو هذه السنة هذه 2023 في 1 و 2 من فبراير الماضي والتي كانت فيها اتفاقات كثيرة وقوية ضيف على ذلك هناك لجنة مشتركة تشتغل فقط على هذا الأمر ما بين الدولتين اللي هي المغرب وإسبانيا المغرب كان بإمكانه يرسم الحدود بطريقة أحدية وهذا داخل القانون البحار والأمم المتحدة ويقول طوينا صفحة لكن من أجل حسن الجوار ومن أجل الحوار وهذا اللي يخصصوا يعرفوا هذا الحزب الإسباني دار اعتبار الإسبانيا وقلس معها ودار معها لجنة مشتركة لكن المغرب يمكن له يرسم الحدود البحرية بدون أي إدانة دولية وبدون يعني تدخل إسباني نهائيا علاش لأنه القانون ديال البحار سنة 1981 كيمنح لمملكة المغربية الحق الكامل في ترصيم حدودها البحرية وتشهد اللي دارت المملكة المغربية سنة 2018 أو لا سنة 2019 2018 في ترصيم يعني الحدود البحرية ديالها بطريقة أحدية لكن إسبانيا قتلها على الأقل نقلس ونتحاور جاي ضمن هذا الأمر هذا غيره هو المغرب طبيعة الحال العصف الروايد اللي دارت هالجزائر المملكة المغربية هي اللي خلاته يحاول يلقى مخارج مع الدول الجوار ويلقى تقارب اللي يمكنه من الحصول على حلول يعني مقبولة من الطرفين ندوز الخبر الأخير متابعينينا الكرام هنا باش نخطبوا الفيديو ديالنا غمشو الإسباني غمشو تحديدا لبعض الأعمال العذائية اللي ترات أمام المقر ديال الحزب الاشتراكي العمالي في مدريد ومشيغي في مدريد في عدة مدن إسبانيا كما عرفت الإخوان بيدرو سانتيز وصل أنه يحقق الهدف ورغبة دياله أنه يشكل الحكومة الإسبانية وكان توافق له مع بعض الأحزاب الانفصالية التي تعتبر أحزاب الانفصالية ومرفوضة هنا داخل إسبانيا لكن تبقى أحزاب واخترها الشعب الإسباني في المناطق ديال كتالونيا لكن كذلك هناك تحالفات أخرى مع أقصى اليسار فهذه تحالفة هذه جاءت لأنه بغي منح ما يسمى بالأمنيستية أمنيستية هي العفو من عقوبات التي تبقى على بعض القادة ديال الأحزاب الانفصالية واللي منهم هناك من هو فارم العدالة في بلجيكا وتحديدا الرئيس السابق لكتالونيا كارليس بوكديمون فهذا الأمر هذا قرب بيدرو سانتيز من الحكومة الحزب الشعبي اللي ما حصلش على الأغلبية المطلقة أرغم عن أنه فات في الانتخابات لكن ما حصلش على واحد الأغلبية اللي يتمكنوا أنه يشكل الحكومة واللي حاول تشكيل الحكومة وفشل فيها ناض هو والحزب فوكس وداروا واحد طلب للشعب الإسباني أنه يخرج تظاهر لكن كان هناك تحريض في الكلام ديالهم وده شي كامل بان يعني في التلفازة بانوا الناس يحرضوا الشعب الإسباني خصنا نجيبو حقنا بيدنا بالقوة هاد شي ما كيرجعش والمخلفات ديال الكلام ديال بعض السياسيين المعروفين واللي عندهم تأثير على المتعاطفين معهم مثل أباسكال ومثل فيخو شنو جامر موراه جامر موراه أنه 30 شرطي البارح نمشى للمستشفى بجروح متفاوتة الخطورة مثلا اعتقال ستديل الناس بسبب الشغب في مدريد وهذا شي هذا ما كانش غير في مدريد بل كان في معظم المدن الإسبانية واللي خلق بيدرو سانتيزي يخرج ويعلق على هذا الأمر هذا ويقول أنهم ما غديش يكسروا الرغبة ديال الحزب الاشتراكي أنه يوصل لما يريد الوصول إليه والديمقراطية فعلا ما كتقول شهد الأمر هذا الديمقراطية كتقول أنك تخضع لما يعني أسفرت عنه تناديق الاقتراع مش يحيط أنت يميني وعندك في الدماغ ديالك أن اليمين يحكم ويحكم الديمقراطية كتقول أن اللي جاب أكتر الأصوات داخل البرلمان هو اللي غدي يحكم ومشي بالقوة كتفرضوا الأراء ديالكم على الناس هذه هي اللي كتسمى الهمجية وهنا غدي نكونوا واضحين هذي الأحزاب اليمين يبغوا ويردوا إسبانيا لعصور للوراء للأسف هذي الأخبار ديالنا اليوم متابعين الكرام أتمنى تكون قد كنتم ما بيخلوا على خير في ساحة جيدة وفي أحسن الأحوال نشكركم على التعم ديالكم على الحضور ديالكم معنا الدائم نشوفكم إن شاء الله في فيديو واضحور تكونوا دائما في أحسن الأحوال نمتلكم في رعاية الله ترجمة نانسي قنقر